أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامجاً تدريبياً توعوياً لطلاب المدرس وجماعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد 440 طالباً من الجماعات والمدرس وتم تنظيم زيارة ميدانية لمشروعات قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية في إطار التوعية بالمشروعات القومية أطلقت مؤسسة حياة كريمة بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظة القليوبية برنامج تدريبيً توعوي لطلاب المدارس والجامعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد 440 طالب من الجامعات والمدارس حيث تم تنظيم زيارة ميدانية لمشروعات قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تعلمت فيها في أول يوم مرات التواصل الفعال إذا تواصل بشكل فعال مع الناس وتاني يوم أخذت الزكاية الاصطنوعي وعرفونا أكثر عن حياة كريمة وإيه المؤسسة بتعملها حياة كريمة وتضمنت الزيارة عقد ندوداً تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجالي تنفيذها بالقرية وكذلك التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات وذلك عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية كما شهدت الزيارة جولة تفاقدية في داخل المشروعات الجالي تنفيذها بقرية الأحرار ومنها مجمع الخدمات والوحدة الصحية والمركز التكنولوجي الحياة نحن النهاردة بنستضيف 450 طالب من طلاب الجامعات والمدارس المصرية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة علشان يشوفوا المشروعات دي جزء من التدريب العملي اللي هم بيحصلوا عليه دلوقتي في مبادئ التطوع والمواطنة في الأكاديمية الوطنية واختمت الزيارة بإقامة يوم الرياضي داخل مركز شباب القرية بالتعاون مع مدرية الشباب ورياضة بالقليوبية